ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أنبريت مكارج كبير مستشاري بايدن لشرق الأوسط سيزور مصر وإسرائيل الأسبوع الحالية تأتي هذه الزيارة لبحث المفاوضات المتعلقة باتفاق تبادل المحتجزين فضلا عن مسألة شن إسرائيل هجوما بريا على رفح الفلسطينية وتعارض الولايات المتحدة التواغل بريا في رفح دون وجود ما وصفته بخطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لإجلاء المدنيين من المدينة